تواصل إمارة شريقة مشاركتها في فعالية نسخة رابعة من مهرجان الثقافة واللغة العربية الذي نظمته جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في مدينة ميلان لإيطاليا بمحاضرات ثقافية ومعارض فنية عكست جهود الإمارة في تعزيز لغة الضاد في المحافل العالمية افتتاح معرضاً للكتاب العربي والكتاب الإيطالي عن العالم العربي معرض رمزي تميزت به فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الدولي للغة العربية التي تشارك الشارقة في إقامته سنوياً مع الجامعة الكاثوليكية في ميلانو بإشراف ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهد افتتاح المعرض الذي يقام بمشاركة فاعلة لهيئة الشارقة للكتاب الدكتور ماريو غاتي مدير الجامعة الكاثوليكية الذي أشاد بالجهود التي تبذلها إمارة الشارقة لتعزيز حضور اللغة العربية وكتابها وناشريها في مختلف دول العالم إن الدعم الذي تلقاه هذه المبادرة من قبل هيئة الشارقة للكتاب وإمارة الشارقة بصفة عامة على قدر كبير من الأهمية ولا سيما في سياق الترويج للكتاب العربي كذلك فأن هذه المساندة الكريمة تعزز نشر وأصدار الترجمات ودعم الناشرين ليس فقط دعم سوق الكتاب بمعناه التجاري البحث وإنما كناقل الثقافة عبر جهود ودعم الشارقة الذي نأمل أن يزداد كثافة وزخما الهوية الحضارية وجماليات اللغة العربية وتجلياتها بين سرد ونظم وخصوصا الإبداع الأدبي والفني النسوي الذي يتصدر فعاليات المهرجان هذا العام كان أيضا من أبرز الفعاليات اليوم الثاني يوم استعرض فيه فنان وفنانات الشارقة ونظرائهم العربة إبداعاتهم الفنية والثقافية ومن بينهم الفنانة التشكيلية الإماراتية فاطمة لتاه والكاتبة الشابة صالح عبيد من إمارة الشارقة مؤكدين على حرص إمارة الثقافة والفكر والأدب على تعزيز حضور اللغة العربية ومثقفيها وكتابها وناشريها في المشهد الثقافي العالمي هذا العام نشرف أيضا بمشاركة هيئة الكتاب بإمارة الشرقة والتي حضر وشرفنا بحضور هذا العام الأستاذ أحمد العميري رئيس هيئة الكتاب هذه الشراكة خاصة مع الإمارات العربية تؤكد أن لا حدود لتموحنا وأن بهذا الدعم وهذه المساندة نستطيع أن نحول هذا المهرجان إلى تقليد ليس فقط في ميلانو وفي إيطاليا ولكن يمكن أن ينتقل أيضا إلى كثير من العواصم الأوروبية وشهد المهرجان مدى احتفاء الشارقة بلغة الضاد وجمالياتها وتفردها بين لغات العالم من خلال محاضرة قيمة حول تطور المعاجم العربية استعرض خلالها الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة الدكتور محمد صافي المستغانمي الجهود الجبارة والمقدرة التي تبذلها إمارة الشارقة في إصدار أول معجم تاريخي للغة العربية بمساندة كريمة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يحرص على التوجيه بالمضي قدما في تذليل كافة الصعوبات وإنجاز هذا العمل اللغوي المرجعي العظيم بتوجيهات صاحب السمو وتحت مظلة اتحاد المجامع اللغوية والعلمية في القاهرة قمنا بالعديد من الخطوات وقطعنا مراحل جيدة جدا وتحدثت في ورقة عن أهم التحديات الكبرى التي واجهتنا وما زالت تواجهنا واستطعنا بتوفيق من الله سبحانه أن نضع حلولا لها إسهام ودعم إمارة الشارقة وحاكمها للغة والثقافة العربية كان القاسم المشترك للإشادة والإطراء من قبل الأكاديميين العربي والأجانب في اليوم الثاني لفعاليات المهرجان روان عودة لأخبار الدار ميلانو